نفذت جمعية النجاة الخيرية الكويتية حملة إنسانية وزعت خلالها كفالات على نحو 1300 يتيم سوري وأردني اللاجئ يعيشون في مختلف المحافظات الأردنية مدير إدارة بيت الأيتام في الجمعية محمد الخالدي أكد أن قيمة الكفالات التي جاءت غالبيتها بمساهمة من الجمعية وزعت بالتعاون مع جمعية المحسنين الخيرية الأردنية بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأيتام من اللاجئين السوريين ورسم الابتسامة على وجوههم وغرس الفرحة بنفسهم